موسيقى السلام عليكم كديرين لبس عليكم اتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفئة صحة وعافية ومبرك علينا هذا الاشتيوى يعني اللي يعطاه لنا على قد نفع كدرتوه مع البرد اليوم ان شاء الله الوصفة اليوم غادي تكون قامله بكوكاو انتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم يعني اتبعوه من الاول حتى الاخير باش تعرفوه على طريقة والمقادير ديال هاد ااملو اللي ان شاء الله المقادير دياله بسيطة يعني ثلاثة المكونات غادي نخرجوا منهم أمله رائع واقتصادي وسهل تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير بشتعرفوا على الطريقة والمقادير ونمشي وعلى بركتي الله المقادير عندي كوكاو هنا عندي كيلو ديال كوكاو واخدت أنا هاد الغلاد ممكن أنكم تاخدوا الرقيق داك الحمر هاد الغلاد هادا غادي نديرول في فران وغادي نحمره مزيان وغادي نقشره حيث لاخدتو هاد كوكاو هادا كين واحد الحبات اللي كينين هاد كوكاو غادي تحمروه وغادي تطحنوه مباشرة ما غادي تقشره متى شي حاجة أما أنا هاد الكوكاو هادا كيكون القشور دياله شوية مرين ما يمكنش أنني نديرهم نديرو زعما ندير هاد كوكاو بالقشور بالقشور نعفوان إلا خديتو كيف قلت لكم كوكاو الحمر الصغير وغادي ذاك البلدي ديرو هاكاك القشور وحمروه وطحنوه هاكاك القشور من هاكي عطيت اللون آملوه يعني ذاك اللون ديال آملوه كيجي هاكا بحل يعني حمر بثاف أما هادا ركشفتوا اللون دياله كيجي المهم المهم أنا كان أعطيكم الأفكار وانتوما كانت تشوفوا اللي غادي يعجبكم واللي غادي يكون الحساب استطاعة ديالكم المهم من بعد ما حمرت كاوكاو على هات الشكل كمتنقشر فيه هاكا كمتنقشر فيه وهو سخون مشي سخون هاكا عيط يبدأ يبرد شوية كمتنقشروه كنحيدو منو دوك القشرات وكنننفضوها كامل القشور وننسفوه نحيد منو ديك لأي حاجة زيدة كنخلي غادي كاوكاو ديالي كيكون بيض عنجيب هنا وحد وحد سينية أو تبصيل أو اللي كان باش غادي ننفضوها هاد كاوكاو ومالقشرة ديالو صارح هارا كل شي كيعرف لهات الطريقة هادي يعني طريقة اللي ساهلة وبسيطة يعني ما كتاخدش منها صارحة هاد أملو ما كياخدش منها شي وقت اللي هو كتير وضع طويل وتلمقها ديالرام ساهلين وبندم كيمشي على الحساب استطاعة ديالو أنا هندر سكيلو ديال كاوكا وممكن تمادرون سكيلو أو رابعة يعني وقت مما أسهلا لكم أملو ديالكم تقدرو أنكم تجيبوا غير بعض ديال كاوكاو وتحمروها وتطحنوها وتخلطوها وها أملو ديالكم موجود أنا هندرت كيلو ديال كاوكاو وغادي تشوفوا معايا المقادير اللي غادي دير خرج لي سكيلو ديال تقريبا واحد لترونس ديال آملو صارحة كي يجي لديد وصحي ويعني حسن من ديال أي حاجة أي حاجة كتوجدوها في الدار حسن لكم من ديال يعني ديال براء ديال الزنقة يعني كتشريوها ما كتعرفو يعني لمن مصنوعة كيبقعوا النظافة هي أهم حاجة وتلخذ ما ديال ساعة لا مشي شي حاجة اللي هي وعرة باش غادي نمشي ونشريو من صنقة كان بقى على هاد هاد طريقة هادي حتى كان ننقيها كاوكاو ديالي على هاد الشكل كيب قلت لكم إلا شريتو كاوكاو الحمار البلدي أحسن باش يعني ما تبقى وجدربوها كتمر وتبقى وعيد تقشروا عاد هذا قد طحنوه مباشرة من بعد ما قد حمروه هناجبت مولينيكس ديالي للكازد العاصر وغادي نخوي فيه كيمي ديال كاوكاو وغادي ندنطحن شوية بشوية صارحة طريقة ساهلة ساهلة بزاف غادي ناخد سكار غلاسي هناجبت هناجب معالق مهم تقريبا تقريبا الكيلو كامل هزلية واحد فربعاد المعالق ديال السكار وسكار كيبقى لحساب طوق كيلي كيبغي أملو وحلو كيلي كيبغي شوية يعني من الأحسن نديرو هاكا غي فربعاد المعالق ديال السكار غلاسي ركافي الزيت الزيت العود أو الزيت البلدية أنا قدرت تقريبا تقريبا هاد كيلو هزلية واحد كاس كبير ديال الزيت ماشي كاس ديال العنبال تقريبا تقريبا نقول احنا واحد علين السكار ديال الزيت العود ولكن كيبقى لحساب واش بغيتو يكون أملو مطلوق ولا هكا كيكون تقيل إلا بغيتو مطلوق كتديرو الزيت بغيتو هكا يكون تقيل ركا تقلو الزيت كيبقى لحساب عينكم ميزانكم كنخلط الكل في الخلاط الكهربائي حتى كيتطحن مزيان وكيرجعل لنا أملو صراحة كيفما شفتوا معايا طريقة اللي هي بسيطة وسهلة جدا والمكونات عندنا ثلاثة المكونات يعني كوكاو والزيت والسكار ممكن تطيروا يعني أملو ديالكم باللوز لحساب يعني استطاعة ديالكم شفتوا أملو ديالك يجا يجي رائحة لبنة صراحة يجربوه وردوا علي إن شاء الله في التعليق إن شاء الله غعد يعجبكم كيف شمسوا معايا راني طحنت عمرت ديالك القرعة اللي كتشوفو وما زال كان طحن في أملو ديالي كيف قلت لكم ممكن أنكم توجدوه باللوز يعني كتبقى لحساب الاستطاعة كتديروا نفس الطريقة وكتديروا اللوز وتديروه بزيت أرغان المهم كيبقى دائما أي حاجة كنديروها كتبقى على حساب استطاعة ديال كل واحد يعني لعندك ديرو اللوز ديرو أدك أملو باللوز وبأرغان وبالعسل أما هكا إلا بغينا نديرو باش ندوزو مع خبيز ويكيجي في حقيقة سهل ورخيس كيتقام يعني إلا بغينا نديرو اللوز وبغينا نديرو غايجينا عود غالي غادي نعكزو اللهم هكا كوكا وزيت العود حاجة اللي هي صحية وقتصادية في نفس الوقت نتمنى الفيديو يعجبكم كيف شفتوا القوام دياله كيجي إلى هاتشكل أنا كنديرو هكا دائما صارحة كي يعجبنا وكي يعجبوا لي داتي نتمنى لجربوه ويني الإعجاب ديالكم وإلى جربتوه وإعجبكم ما تنسوش تبارتاجي والفيديو مع الأهل والإحباب والأصدقاء بشتعم الفائدة وهذا هو الفيديو ديان نهار اليوم ما تنسونيش بالتعليق المحفزة وما تنسونيش باللايك ديالكم اللي صراحة كتشجعني وكتفرحني وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة